تواصل السعودية استفزاز المجتمع والقبائل في محافظة المهرة باستمرار عملها في إرسال قوات ومعدات عسكرية رغم الرفض الشعبي لها تعزيزات عسكرية سعودية خرجت من معسكر الخالدية في حضر موت التابع للقوات السعودية الإماراتية اعترضها أبناء مدرية شحن في صحراء المهرة قبل أن تصل إلى الغيضة عاصمة المحافظة آليات عسكرية متنوعة بالإضافة إلى ناقلات كبيرة على متنها حاويات وصناديق مغلقة خرجت من معسكر التحالف وبدلا من الذهاب لتعزيز جبهات قتال الحوثين الإنقلابيين التي تتساقط بسبب قلة الدعم والتعزيز ذهبت إلى المهرة الآمنة والبعيدة عن سيطرة ميليشيا الحوثين وعن الجماعة الإرهابية التعزيزات العسكرية التي استفزت أبناء المهرة الرافضين لتواجدها أوقفت على مقربة من أراضي مديرية شحن وحذر أبناء المهرة من تكرار إرسال التعزيزات مرة أخرى مجددين رفضهم القاطعة لدخول أي قوات سعودية لتعزيز القوات المتواجدة في عدة مناطق في المحافظة أو إنشاء مواقع عسكرية جديدة لم تتوقف السعودية عند إيقاف المواطنين لأرتالها العسكرية بل أرسلت طائرات الأباتشي وقصفت محيط تجمع لأبناء مديرية شحن في صورة من صور الاستفزاز والإصرار على تفجير الأوضاع المتصاعدة في المناطق الشرقية عضو لجنة الاعتصام بالمهرة الناشط أحمد بلحاف أكد في تصريحات صحفية أن أبناء المحافظة يرفضون الاعتداء والتصرفات السعودية معتبراً القصف السعودية انتهاكاً صارخاً بحق السيادة اليمنية منطقة شحن كانت قد شهدت اشتباكات قبل أشهر بين قبائل مهرية وقوات سعودية بالقرب من المنفذ عقب قيام القوات السعودية بمحاولة تأمين مرور شاحنات دون إخضاعها للتفتيش وللاطلاع على أوراقها الجمركية تذهب السعودية بعيداً عن الشرعية باستحداث المواقع العسكرية وتسيطر على الموانئ البرية والبحرية في حين حولت مطار الغيضة إلى سجن وثكنة عسكرية غير آبهة بعواقب ومخاطر الصخط الشعبي الرافضي الذي قد يتطور إلى مواجهة عسكرية ترجمة نانسي قنقر